بتعرف هلأ فيه إشاعة كتير من تشرب بقول لك أي واحد يشتيا للسيارة بقول لأ أصبر شوي الأسرار رح تنزل كمان شايفين الـ ID4 هاي رح توصل إلى 10,000 دينار اللي صار إنه اليوم طلع بإشاعة والله فيه إشي اسم البطارية الصلبة تويتو أعلنت هنا حتنتج بطارية اسمها SSP اللي هي Solid State Battery هاي بطارية حادتها صلبة اللي كانت حترفع معدل المسافة المقطوعة من 300 مايل ل 600 يعني من 500 الأفريج بالسيارة لألف كيلومتر جمعتنا اللي هون مسكوا فيها خذوا لك هاي التقارير صور صورتك وحتى باستغرب من واقع الإخبارية بلشت تنشر واعلانات ممولة يعني أصلا البطارية مش موجودة مش موجودة حتى بطارية Solid State هي بطارية أغلى بـ 40% فسعرها أصلا أصلا أغلى فشو علاقة نزول أسعار السيارات اللي هون حتزيد الأسعار يعني من هون إذا تطبق القرار الحكينا فيه تبع مصفات المقييس هنتشوف ارتفاع غير مسبوق بالأسعار بالعكس لأنه حيبطل فيه السيارات للسيارات من قبل التجار فحاليا السيارات الموجودة حيزيد سعر لأنه صراحة يصير تيجينا بس سيارات مستعملة حيبطل فيه السيارات للسيارات الجديدة ألا غير عن طريق الوكيل فرق السعر حيكون بين السوق وبين الوكيل عالي حيزيد الطلب على السيارات اللو مالج أو السيارات الزيرو وبعتقد الأسعار حتزيد ترجمة نانسي قنقر